وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مفيدا نافعا مباركا إنه خير مسؤول نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضلي علي علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ كيف حالك؟ طيب حالك يا علي الشيخ عندي ثلاثة أسئلة تغضل السؤال الأول يوا ما حكم تعديل الزواج بسبب موت أحد من الأقارب بعض الناس يتكلمون ويقولون تشوف هذا أحد من أيت معهم وهم يسوون عرص ويفرحون ما الحكم في ذلك سؤال الثاني بالنسبة للمسائل الخلافية التي فيها أكثر من قول مثلا ثلاثة أقوال أو قولين هل نحن مخيرين في اختيار القول الأفضل المناسب لنا وإلى حالنا أم ماذا؟ سؤال الثالث ما حكم قراءة القرآن الكريم من التلفون وهل يشترط الوضوء للقراءة منه وإذا انتخذ الوضوء هل يتوضى مع الثانية؟ شالي علي براعة بذكور بارك الله وفيك وفيك بارك فضل يوم محمد فرنسا السلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام محتر الله شيخنا أنا عندي سؤال راني مستفراني عندي بنتي تسكن على 250 كيلو متر لكن راني نقصر كما سألتك الخطرة التي تتراني نقصر الصلاة لكن الغواتب التي تعد الظهر والعاصر والمغرب والعيشة هل نحافظ عليهم؟ أولا هم يستقطعوا عليهم وثانيا وثانيا الشفع والوت وقيم الليل اهتهادوا باستقطعوا عليهم وندي العجر لازم نحافظ عليهم إن شاء الله يا محمد شكرا لحاجة الله يحفظك أهلا وسهلا طيب طيب علي بارك الله فيه من عمان يقول بالنسبة لتأجيل الزواج إذا مات أحد الأقارب يقول ما حكم ذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك أولا بالنسبة للإنسان إذا كان قد حدد موعدا للزواج ومات قريبا له أو رحم أحد أرحامه قبل الزواج بوقت قصير جدا فقد جرت عادة الناس أنهم يؤجرون وهذا شيء طبيعي فإذا كان مثلا زواجه بكرة ثم توفي قريب له والده ولا والدته ولا أخوه ولا عمه ولا خاله ولا جده ولا جده يؤجرون الناس شيء طبيعي أو مثلا بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة طبيعة الناس ولا أحد ينتقد مثل هذا الأمر أما إذا كان والله الزواج بعد شهرين بعد ثلاثة بعد ستة أشهر يجي أجلون هذا حقيقة أمر غير جيد لأن هذه الحياة أصلا الحياة ما بين أفراح وأتراح ما بين ارتفاع واتضاع ما بين إقبال وإدبار ما بين نعم ونقام هذه الحياة أصلا فإذا كان الإنسان سيؤجل كل ما حصل وفاء لي قريب متى يتزوج والناس هكذا الدنيا يعني قوافل الموت إلى الدار الآخر في كل يوم نشاهدها والناس يأخذون كل يأخذ دورة كل ينتظر دورة الآن الانتقال إلى الدار الآخرة ولذلك يا أخي الفاضل إذا كان الزواج بعد أشهر وحصل موت ما يؤجل الزواج ما يؤجل الزواج إنما العزاء ثلاث أيام أربع أيام مثلاً بهذا الحدود والزواج يستمر على ما هو عليه أما إذا كان قريب لا لا حقيقة غير جيد يعني المشاعر ما يمكن أن يجتمع في المحل الواحد والزمن الواحد أمس حزين واليوم فرحان يعني شوي فيها لكن أجلوا وإذا كان مسافة طويلة للأسف ونبهني يعني الأخ علي من خلال سؤاله في ناس بعد سنة عندهم زواج بعد سنة أجلوه الله أكبر هذه حقيقة يعني مبالغة وتنطع وتشدد ما أنزل الله عز وجل به من السلطان وقضية والله يا علي أن الناس والله يقولون لو أننا اتبعنا الناس ماضى الدين وماضى الشريعة وماضى الخلق أيضاً حتى الأخلاق تذهب المسألة مسألة دين وشرع وأيضاً أصول وعادات وتقاليد معتبرة أيضاً ننزع إليها بارك الله فيك ورضي الله عنك علي يسأل عن المسائل الخلافية يقول إذا كان في المسألة أكثر من قول يعني هل للإنسان أن يتخير بين هذه الأقوال أخوي علي بارك الله فيك الناس ضربان عالم ومتعلم الناس ضربان عالم ومتعلم أو بالأحرى مجتهد ومقلد مجتهد ومقلد بالنسبة للمجتهد لا يجوز له أن يقلد في المسائل الخلافية وإنما يجب عليه أن يبذل الوسع والجهد والطاقة في الوصول إلى الحكم الشرعي قدر الاستطاعة لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم ولذلك ربنا جل وعلا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ويقول جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولذلك العالم حقه الاجتهاد ما دام أنه قد توفرت عنده أدوات الاجتهاد أدوات الفتوى عنده الأهلية تأهل يعني لذلك من خلال مجموعة علوم وفنون شرعية معروفة فليس له أبدا الحق في أنه يقلد أو يتخير بين الأقوال إلا إذا ضاق عليه الوقت فإذا ضاق عليه الوقت درس المسألة درسها وبحثها فما وصل إلى الراجح يجوز أن يقلد المذهب الذي تتلمذ عليه أما المقلد العامي المتعلم فهذا حقه التقليد وهذا التقليد يجب أن يكون لعالم أبدى الدليل وأظهر الدليل ولا يجوز للعامي أن يتخير على سبيل التشهي والهوى يقول والله بشوف هذه الأقوال أيهم أخف فيروح مثلا قول في التحريم وقول في الكراه وقول في الإباح يقول لا نأخذ الإباحة تشهيا لا ما يجوز ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ذكر جمع من أهل العلم من أهل التحقيق قالوا بأن من المشتبهات المسألة تعرض على الإنسان فيها جانبان حلال وحرام يقول هنا ينبغي له أن يغلب الجانب الذي تبرأ به الذمة وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني مثلا عملية تجارية أو نشاط تجاري العلماء منهم من قال هذا يحرم ومن من قال هذا مباح طيب اللي يحرم قالها بدليل يعني ذكر دليل إذا ذكر دليل تأخذ بهذا ولا تأخذ بقول الذي ذهب إلى الإباحة أما إذا كان الرجل الذي العالم الذي ذهب إلى الإباحة وذكر الأدل على ذلك والذي قال بالمنع ما ذكر دليل هكذا فقط لا تأخذ بالإباحة في مثل هذه الحال ولذلك أخ الفاضل وهذه رسالة لكل من يشاهد لي مسائل الدين الإنسان لا يجوز له أن يلعب فيه إذا كان الإنسان يعني ولابد لاعبا يتجنب الدين لا يلعب بالدين يلعب في كل شيء إلا الدين ليش لأن الدين علاقتك بالله عز وجل والله عز وجل أدرى بما في قلوب العباد فهو الذي يعلم الخفيات ويعلم الخفايا الضمائر ويعلم خلاجات الصدور أحيانا الإنسان يظهر بمظهر المستقيم يظهر بمظهر والله اللي يبغى الحلال هو كذافي داخله الله عز وجل هو الذي يطلع عليه أحيانا الإنسان يظهر بمظهر الناصح بمظهر يريد الخير لكن في قلبه دغل وفي نفسه دخن ولذلك هنا يجب أن يراقب الإنسان وربه جل وعلا فلا يجوز بعض العوامل الآن الأسف الشديد يقول يا رجال حطها في ظهر عالم وطرع منها سالم يقولون هكذا حطها في ظهر عالم لا لا ما تسلم ما تسلم إذا كانت شاهي ما تسلم أحيانا بعض العلماء يجتهد أحيانا بعض العلماء يجتهد فالإنسان هنا يجب عليه أن يتروى ويشوف الحق وين حتى لو كان على حساب ماله حساب مثلا بعض الأمور يجتهد في اتباع الحق أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الحق نعم علي بارك الله فيه يقول بالنسبة لحكم قراءة القرآن من الهاتف يقول هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من الهاتف وهل يلزم الوضوء وإذا لزم الوضوء مثلا ثم انتقض وضوءه أثناء القراءة هل يلزمه أن يعيد أخي علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لقراءة القرآن يعني من الهاتف أو من المصحف أو من أي جهاز آخر الأصل فيها الحل والجواز والإباح فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من أي جهة كانت سواء من المصحف أو من المحمول أو من أي جهاز آخر هذا واحد الأمر الثاني بالنسبة لهذه الأجهزة الألكترونية هذه أو الذكية القرآن ليس هو الأصل وإنما هو أحد التطبيقات الموجودة داخل هذا الجهاز فهو أحد التطبيقات الموجودة داخل هذا الجهاز ولذلك لا يشترط الطهارة لمس الجهاز فإذا أردت أن تقرأ القرآن وأنت على غير طهارة ما في بأس ليش لأنك تلمس جهاز ما تلمس المصحف أنت الآن تمس الجهاز ما تمس المصحف أما المصحف فجمهور الفقه يرون بأنه ما يمس إلا بطهارة ومسألة فيها كلام أيضا لبعض أهل العلم عليه يا أخي الفاضل يجوز أنك تقرأ من دون وضوء ولو أحدث أثناء القرآن ما عليك شيء ولا الحمد ولا يلزمك أنك تعيد الوضوء فضلوا فضل أبو محمد العراق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا إيه عندنا امرأة أرنة لي نعم ليس لها أولاد ولا ذناك ولا أم ولا أب على قد الحياة جميع أخوانهم وأخواتهم متوفين إيه لها أولاد أخ وأولاد أخت وبنات أخت وبنات أخت الابس لمن يقول من هؤلاء عندها اولاد اخ و اولاد اختها عندها اولاد اخ و اولاد اخت وبنات اخ وبنات اخت ان شاء الله عبشي رب محمد ان شاء الله نعم عبشي رب محمد شكرا 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 مرحبا تفضل فضل محمد الشارقة محمد خلا والله تفضل اخوي احين يعني اسأل هي هي انت على هو مباشرة انت محمد انت محمد عبدالله كم عمرك محمد و نعم محمد و نعم الله يحفظك و يصلك نعم عليك تفضل التلفزيون تخفض يا محمد يخفض التلفزيون حبيبي الله يرضى عليك او محمد اذا رحت مثلا الى امرة ايه وبعد و ايو ي Ord opinion قد bize هي محمد الا اسأله حبيبي اسأل الله يرضى عليك اسأل اسأل يا رحت السعودية وارحت المدينة و соответственно مكة ايه 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 ستتوا المقاد ان شاء الله محمد اف procedure أمت الله السلام عليكم يا سيخ عليكم السلام ورحمة الله يا سيخ عند قيام الليل عندما أؤخر تلات الوطر يا سيخ يعني اسمح لي لو طيقلت وجدت نفتي في حيض هل يسقط تلات الوطر أم أعيدها بعد الحيض إن شاء الله يا أمت الله شكرا ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أم علي تفضلي أم علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخنا بس أريد أسأل يعني على صيام أنا عندي هسا أطفال اثنين أي أي بس تأل يعني بالحمل الأول أنا ما ثمت كلولي يعني طفلك يعني ما يتحمل أو أول طفل ثلاث رومي يفعلت كفارة أي أي فلما مفرت بأحامل بالولد مرة ثانية عادي يعني فمعت وطمت يعني هسا أنا مطلوبة طيام الأول ما الأول طفل إن شاء الله يوم علي إن شاء الله شكرا مرحبا أختي تفضلي أم جنان من الجزائر ألو تفضلي ألو ألو سيخنا أهلا وسهلا تفضلي أم جنان أنا كنت نافس كنت إيش كنت نافس كنت نافس أيوة ما نفات لي ثلاثة وخمسين يوم يا النفاش استمر خمسة وثلاثة وخمسين يوم إيه شو أحمل ما فهمت يعني بعد الربعين أصلي ولا لا إيه أنت صمت رمضان نعم صمت رمضان إيه أنت تسألي عن الصلاة فقط إيه بعد يعني هما يقولوا أربعين يوم إن شاء الله يوم جنان إيه وعندي سؤال فضلي ما حكم أعياد الميلاد ما سمعت المرة ذكرناها بالأمس إيه ما شفت يلا يا مجنان أبشري ما علي السؤال آخر تفضلي تفضلي بعد الصلاة اكتشفت أنه فيه هك من شعر فعر باين بعد الصلاة ها إيه بعد الصلاة إيه إن شاء الله أعيد والله طيب طيب أرجع للأسئلة أم أحمد من فرنسا تقول بأنها مسافرة تقريبا مائتين وخمسين كيلو متر تقول أقصر وكذا تقول بالنسبة عندي السنن الرواتب هل أحافظ عليها وكذلك الشفع والوتر في السفر تقول ماذا أفعل بالنسبة لهذه السنن الرواتب والشفع الوتر أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر سفرا فإنه كان يقصر الرباعية إلى ركعتين وما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر كان يقصر الرباعية الظهر ركعتين العصر ركعتين العيشة ركعتين وكان عليه الصلاة والسلام إذا احتاج إلى الجمع جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعيشة إما جمع تقديم وإما جمع تأخير فإذا كان نازلا ودخل عليه الوقت قدم العصر مع الظهر قدم العيشة مع المغرب وإذا كان ماشيا ودخل عليه الوقت أخر الظهر مع العصر وأخر المغرب مع العيشة هذا أولا الثانيا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا سافر كان يترك السنن الرواتب إلا سنة واحد وهي سنة الفجر سنة الفجر القبلية فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها محافظة شديد فما تركها لا في حضر ولا في سفر هذه سنة الفجر التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام كان يواضب على الوتر في الحضر والسفر فما ترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر ولما نام عن صلاة الفجر حينما كانوا متعبين وناموا وإيقظة محر الشمس قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قضى سنة الفجر القبلية وعفوا هذا مسألة سنة الفجر القبلية أما الوتر فلما فاته مرة ليلة من الليالي قضاه من النهار صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أخت الفاضلة ركعتي الفجر مع الشفع والوتر هذه ما يتركها لا في حضر ولا في سفر أما سنة الظهر القبلية والبعدية فتركهما أن يسلم أما سنة المغرب تركها أما سنة العشاء تركها في السفر تركها في السفر ولذلك ما الفائدة من قصر الربعية إلى ركعتين ما هي الفائدة ما هي الفائدة ولذلك كان يتركهما أما الضحى والنفل المطلق فكان يصليها متى ما إن وجده وقتا عليه الصلاة والسلام فقد ثبت من حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والله كان يتطوع ويتنفل على الراحلة فتتج به حيث شاءت يعني إلى غير القبلة هذه السنة يصلي فإذا كنت في السيارة أو في الطيارة أو في الباص أو في القطار وحبيت تصلين النفل المطلق الضحى أو نفل المطلق في غير أوقات النهي يجوز ذلك أما بقية السنن الرواتب غير سنة الفجر فيتركها المسافر وهذا من اتباع السن لاحظوا الآن ترك السنن الرواتب في السفر أفضل من صلاتها ليش اتباعها للنبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك أبو محمد من العراق يسأل يقول هناك امرأة أرملة وفيت ليس لها أصول ولا فروع ولا حواشي يقول ما لها إلا أولاد أخ وأولاد أخت يقول من الذي يرث يا أبو محمد بارك الله فيك الذي يرث أولاد أخيها أولاد أخيها من الذكور والإناث يرثون بارك الله فيك أولاد أخيها هم الذين يرثونها للذكر مثل حظ الأنثيين يعصب الذكور الإناث فقط أما بأولاد الأخت هؤلاء فمحجوبون بأولاد الأخ بارك الله فيك محمد من الشارقة حبيبي محمد عمر 12 سنة يقول إذا رحت للمدينة وبعدين أريد أروح لمكة يقول من وين أحرم تحرم يا محمد بارك الله فيك وأصلحك الله وجعلك من أهل القرآن ومن أهل الصلاح تحرم من ميقات أهل المدينة هذا هو الصحيح من قول أهل العلم فأنت لما تذهب إلى المدينة وتقضي أيام ثم أنت والأهل تريدون تذهبون إلى مكة تحرمون من ذي الحليفة اللي يسمون الآن أبيار علي وتذهب إلى مكة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من مكة إلى الطائف وحصلت غزوة حنين وثم نصره الله عز وجل ذهب إلى الجعرانة فأحرم منها ثم رجع إلى مكة ما راح إلى ميقاته اللي في المدينة عليه الصلاة والسلام وإنما أحرم من الميقات الذي مر عليه ومنه ذهب إلى مكة فأنتم تحرمون من ميقات أهل المدينة بارك الله فيك أمت الله من الجزائر تقول أنا لما أؤخر قيام الليل مثلا ولم أوتر بعد فلما تقول قمت وجدت الدورة قد نزلت علي الحيض يعني تقول نزل علي هل أقضي هذه السنة هذه أم لا أخت الفاضلة إذا كنت مواضبة على قيام الليل وعلى الشفع والوتر وما كنت تتركينهما إلا نادرا فطيب أنك تقضينا إذا طهرت بارك الله فيك أما إذا كنت لا غير مواضبة تصلين أحيانا أو تنامين أحيانا أخرى وشيء من هذا القبيل ما في داعي إلى القضاء بارك الله فيك ما في داعي إلى القضاء أما إذا تقنوا والله لا الحمد لله أنا مواضبة ولما قمت تلك الليلة وجدت الدورة قد نزلت علي يكون طيب أنك تقضينا هذه متى ما إن طهرت أم علي من العراق بارك الله فيها تقول يعني هي كانت حاملا تقول في الحمر الأول قالوا لي ممنوع عليك الصيام وذلك أن الجنين ما يتحمل وتقول أفطرت رمضان وأطعمت تقول أخرجت كفارة وفي الحمل الثاني تقول الحمد للأمور طيبة تقول قضيت هذا الشهر بالنسبة للصيام الأول تقول أنا مطالبة فيه الجواب نعم يا أخت الفاضة الجواب نعم فأنت مطالبة بالصيام الشهر كاملا أو الأيام التي أفطرتها فإذا كنت أفطرت الشهر كاملا أنت معذورة أنت معذورة فأنت حامل الحامل والمرضع يعني النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهما في الفطر لكن متى ما إن وجدت القدرة قضيتي قضيتي لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر والحامل والمرضع أحيانا يخرجان على أنهما مريضتان ولذلك بعدما يعني يتمكنان من القضاء لا بد أن تقضين يا أخت الفاضلة لا بد أن تقضين بعدين الكفارة هذا قول وهو قول ضعيف أن الكفارة تقوم مقام الصيام بالنسبة للحامل والمرضع هو أحد الأقوال الموجودة في كتب الفقه لكنه قول ضعيف الذي عليك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أن تقضي شهر رمضان كاملا نعم أم حنان بارك أو أم جنان بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للمرأة إذا كانت في النفاس ومر عليها 53 يوم تقول متصل الدم هل يعني تقضي ما زاد على الأربعين يوم أختي أم جنان بارك الله فيك أولا بالنسبة لمسألة النفاس من حيث الزمان في خلاف بين أهل العلم فالجمهور الفقه يذهبون إلى أنه إلى أربعين يوما وما زاد يعتبرونه دم فساد استحاضة هكذا يقولون في قول بعض العلماء يقولون لا إلى خمسين بل إلى ستين يوم وقد وجد من من النساء من تنفس إلى يبقى نفاسها إلى ستين يوما وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الصواب لأن الله تعالى علق الدم علق حكم النفاس على وجود الدم علق حكم الحيظ والنفاس على وجود الدم قل جل وعلا ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط فإذا استمر معك 53 إلى 60 هذا يعتبر أختي الفاضلة من دم النفاس ما دام أنه متصل واللون نفس اللون والرائحة نفس الرائحة وما تغير شيء هذا الذي يظهر أما ما ورد عن بعض أمهات المؤمنين فهذا لما هو غالب غالب النساء أن الدم يتصل بهن إلى 40 يوما أن الدم يتصل بهن إلى 40 يوما فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا شيء عليك هنا قول إذا أحببت أن تحتاطي لهذا القول الذي يذهب إلى تقييده بـ 40 كحد أدنى عفوا كحد أقصى أن الدم إلى 40 وبعد ذلك نزول الدم يعد دم فساد فيعني إذا أحببت أن تحتاطي لمثل هذا الأمر وتصلين هذه الأيام شأنك لكن الذي أدين الله عز وجل به وافتيك به أن هذا يعتبر من دم النفاس تفضل أخي أحمد السلام عليكم عليكم السلام مرحب أحمد أسألك خير طيب خير ونعم الله يحفظك الله يطلل أمرك يا شيخ أمس تكلمت عن القرآن اللي يقرر القرآن وشو فضل القرآن والأمور هذه صحيح فكانوا يسمعون كني الشباب عند الوالد فالسؤال حين هم تعرفوا أنت الشباب أكبر في السن وما يعرفون أن يقرون القرآن كامل يعني عندهم صور بسيطة شباب أم الشيبان لا الشباب شيخ لا تقول شيبان يزعلون علينا يلا الشباب يزعلون إن شاء الله طيب يا أحمد يقولون هم حين واحد منهم سألني قال لي يا أحمد الحين نحن ما نعرف نقرأ قرآن وهم سمعوك كامسة طويل اللي عمرك بخصوص فضل القرآن وفضل غرات القرآن وفضل المرهات حين إذا هم مثلا شيخ يصير لهم يختمون القرآن عن طريق استمع إن شاء الله هذا السؤال اللول إن شاء الله سؤال الثاني يا شيخ الحين في التواصل الاجتماعي يطرشون الجماعة للدعاء هذا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله إنا إلا الله يراغبون ونسبوه حق شيخ عبد العزمباز اللي رحمه فهل الدعاء هذا صحيح إن شاء الله أنه يقولون قبل السلام قبل السلام من الصلاة نعم قبل السلام من الصلاة إن الواحد يقوله إن شاء الله أبشر يا أحمد طول عمرك الله يحفظك أمرك طويل مرحبا فضله محمد محمد بن العين السلام عليكم الشيخ حزين وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم الشيخ حزين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مثل أنا صليت العشة وصليت الشفع والوتر صليت العشة وصليت الشفع والوتر وثرت في الليل مرة وصليت شعنك فاطن عشر ركعات يعني ثنة هلأ صلي الوتر إن شاء الله يا محمد بارك الله بك هلا وسهلا خضر يا أحمد حلو السلام عليكم الشيخ عليكم السلام الشيخ طال عمرك أنا عندي الوالدي العام الماضي أي كان مريض طبعا وفي رمضان وفي العشر الواقع تم عتوفة ورحمة الله عليه وما طلعت الزكاة الفطر يعني هل زيادة الفطر يعني كيف أطلح حيالي زكاة الفطر ولا كفارة الصيام كفارة الصيام نعم شهر ومصام كامل إن شاء الله يا أحمد وضبع عندي الوالد نفس الشيء مسنة طبعا ونفس الشيء رمضان الماضي ما صارت رمضان ونحب يتكفر عنه قبل جينا رمضان ما تقدر تسوم ما تقدر تسوم سنة كبيرة سنة كبيرة بشر يا أحمد أبشر وبعدين الفاركة أعطيها شخص واحد مثلا عنده مناسبة والله لا يجب أن يزيع على ثلاثين فرد مثلا شخص شاء الله يا عذيك مرحبا فضلي أحمد من العراق السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله حبيبي شيخ الله يعزك مرحبا أخوي عندك عندك سؤال تفضل تفضل ذات فضلك أول سؤال ما هو الطمع والسجع أريدك تبين لي إن شاء الله ثاني سؤال سماع الحسينيات هل يقتور المحرم إن شاء الله السماع الحسينيات والنعي هذا الناعي إن شاء الله أخير أخير الحسينيات والنعي هل جائز لو حرام والأكل هذا يوزعونه حلال أم حرام إن شاء الله إحمد ثالث ثالث سؤال نسبة الزيادة الغبح المحددة مثلا عندي حاجة أشتري تبخ مستالاف مثلا أريد أبيحة مثلا بخ مستعش بخ مستعش أشتري بالعراق نقول حلال أم حرام أحمد عيد للسؤال الثالث لو سمحت لا نسبة الزيادة بالربح أي الزيادة أي عن الحاجيات حرام أم حلال أكون نسبة محددة لا كيف يعني الواحد مثلا يعني عندك سلعة تبغى تبيعة ها نعم واضح إن شاء الله مثلا نسبة أكو حاج للربح إن شاء الله رابع سؤال الأغتلاط الأغتلاط أي هلو تفضل الأغتلاط أنا ما أحب الأغتلاط يسبب لمشاكل أغتلاط يعني أنا ما أحب الأغتلاط بين الناس يعني جملة يعني لأن يصير مشاكل تعرف نحن بالعراق الآن داخلين بأزمة وعراق وحرب ومشاكل وحتى يعني الناس اغتلفت طماحة بالاختلاط خامس سؤال الفائز يقول لك 11 شهر يعني يأخذوا ربح عليهم هل هذا حرام أم حلال يعني قصدك الربا فائز يعني يقول لك هاي مليون مثلا تطينا عليهم ربا مليون بالعراق هذا والله خاسر ما هو فائز هذه ربا والعياذ بالله سمونا فائز سمونا بغير اسم الله المستعان طيب أبشر ياحمد بقي لك شيء بس مال والدي المال مال والدي البيت يعني مال حرام واني يعني صلاتي شلون كيف الوالد مشتري من حرام ماله مختلط يعني يعني يتقبلون مو فدس بالعراق يعني العياذ بالله ما تعرف عبالك مو تقول دين اسلام يعني يعني مدد تفتهم يعني صار اختلاف من سقوط النظام لحد الآن من كان صدام السين يعني ماكو هذا صار اختلاف حل بالعراق ايه ان شاء الله ياحمد أبشر وشكرا جزيلا وانا حبت وعزك وانت الله يعزك ويزيبك وانشاء الله تدخل للجنة بدون حساب يا رب زاك الله خير شكرا يحمد شكرا حبيب شكرا شكرا فضلي أمت الله السعودية السلام عليكم عليكم السلام ازاي سؤال فضلي انا عندي سرر والسرر هذه عليها أغطية الأغطية فيها تصاوي عندك صور أسر يعني سرر حق النوم أسر أسر أيوة حق النوم شراشف يعني أيوة 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 فيها تصاوي طيب يا أمت الله شكرا جزاك الله خير عفوا أهلا وسهلا طيب أرجع إلى الأسئلة عندي طيب أم جنان بارك الله فيها فيها سؤال الثاني طبعا تسأل عن حكام الميلاد طبعا أنا أجبت باللقاء اللي أظن الجمعة أو الخميس تقول أنا ما سمعت الجواب اخت الفاضل عموما بالنسبة لحكام يعني أعياد الميلاد للأطفال أو للإنسان نفسه العلماء فيها على قسمين منهم من يخرج على أنه من قبيل العادات ومنهم من يخرج على أنه من قبيل العبادات فالذي يخرجونها من قبيل العادات يكون هذه من جملة العادات اللي عند الناس مثلا من جملة الأشياء التي هي ليس لها علاقة بالدين وإنما من علاقة الدنيوية فيرون أن الأصل الحل والإباحة في أمور العادات والمعاملات من يذهب إلى أنها من العبادات لماذا؟ لأنها متعلقة بنفسه و بولادة إنسان و بكذا قالوا بأن هذه من المخالفات لماذا؟ لأن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بميلاده و ما ثبت عن الصحابة و ما عرف عن إمة الإسلام و فقهاء الملة و ما عرف هذا إلا من عهد قريب جاءتنا من ديانات طارئة و من مجتمعات طرأت علينا من مجتمعات أخرى طرأت علينا و لذلك يا أخت الفاضل الاحتياط و الابتعاد عنها لماذا؟ لأنه ما عندنا دليل في هذا و الإنسان المفترض كل لحظة من لحظات حياته حقيقة تمثل موسم من مواسم الخير موسم من مواسم التقرب إلى الله عز وجل فما نحتاج أننا والله سنويا يعني نحدث مثل هذا الأمر حتى نتنبه إلى نعمة الله علينا كل لحظة من لحظات حياة الإنسان ينبغي أن يسجل فيها طاعة لله ينبغي أن يهتب لها فرصة يتقرب إلى الله عز وجل و أن يعلم بأن الأعمار بيد الله الأعمار بيد الله و أن الإنسان الذي فعلا يفرح هو من طال عمره و حسن عمله أما إذا كان الإنسان و العياذ بالله أعماله سيئة و زمانه و عمره مليء بالمعاصي مليء بالذنوب ملطخ بالآثام كيف يحتفل بعمره هذا؟ للأسف الشديد يعني حياته كلها مستودع معاصي مستودع آثام مستودع خطايا يحتفل بعد سنة من عمره المفترض يبكي المفترض يبكي على نفسه و يندم على ما فرط في جنب الله و لذلك مهم جدا أن المسلم يتميز بشخصية المسلم دائما له شخصية تميز فيها عن الناس له شخصية تعامل فيها مع ربه جل وعلا شخصية تعامل فيها مع نبيه شخصية تعامل فيها مع أصحاب نبيه مع كتاب الله مع الوالديه مع اللي حوله شخصية متميزة لأن المسلم هو الوحيد الذي وقف على قمة الحقيق هو الوحيد الذي عرف دوره في مسرح هذه الحياة و عرف بأن هذه الحياة لها أمد و أنه ستنتهي و أن كل إنسان محبوس و مرهون على عمله محبوس ومرهون على عمله فينبغي حقيقة أن تكون اهتمامات الناس أصلية وليست شكلية أغلب الناس الآن اهتماماته شكلية و اهتماماته حقيقة مظهرية أهملوا المخبر وأهملوا القلوب فأصبح الإنسان بعض الناس ما يدري لماذا خلقه و ما يدري لماذا يعيش أصبح كثير من الناس دوره في هذه الدنيا على هامش الدنيا يعيش سبهلل يعيش يعني ولا يعرف الغاية التي يسعى إليها ولذلك مهم جدا أن الإنسان يهتم بالأشياء التي ترفعه عند الله وتزيد في إيمانه وتقرب إلى الله أسألك بالله الآن أيهما خير الإنسان الذي والله يهتم بهذه الشكليات مثلا وكذا وإلا اللي يحفظ القرآن أيهما أفضل هذا اللي يبذل في عيد ميلادي وعيد ميلادك وعيد ميلاد فلان آلاف مؤلفة من الأموال وإلا يتصدق فيها على أرمل أو فقير أو مسكين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام بعضهم لا يجد حتى ثوب يستره ولا يجد خيمة يسكنها أيهما أفضل هذا الذي يقرب إلى الله أم هذا شتان شتان ولذلك اخت الفاضلة مهم جدا أن الإنسان يعني لا نكون دائما نتلقى فقط لا نؤثر نحن في الناس يجب أن تميز بشخصيتنا تميز بأخلاقنا بقيمنا مبادئنا حتى عاداتنا ما كانت معروفة في عادات أهل الإسلام هذه أبدا ما كانت معروفة ما كان معروف عند أهل الإسلام الاحتفال بمثل هذه الأشياء فمهم جدا أننا نميز بين الأشياء مهم جدا أننا نكون واقعيين بدرجة كافية أم جنان تقول يعني اكتشفت بعد الصلاة أنني خسر من شعري ظهرت تقول ما علمت عنها إلا بعد الصلاة ما حكم صلاتي صلاتك صحيحة ولله الحمد لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله في الحديث القدسي كما عنده مسلم قد فعلت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع نمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فهذا خطأ يا أخت الفاضل فمدام أنك ما اكتشفت إلا بعد الصلاة ما عليك شيء أما إذا اكتشفت أثناء الصلاة يجب عليك أن تغطي شعر رأسك يجب عليك مدام أنك ما عرفت إلا بعد الصلاة صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن أحمد من أبوظبي يقول بأن الحديث كان حلقة الأمس عن آداب أو الأدب مع القرآن ويقول بأن في مجلس الوالد عندي يستمعون يقولون بأن ما نحفظ إلا الصغار الصور أو قصار عفوا الصور يقول يعني هل يمكن أن يختم الإنسان عن طريق السمع أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك سلم على الجماعة اللي عندك نص الله عز وجل يحفظهم ويبارك فيهم وزيدنا وإياهم من الهدى والتوفيق وزيدنا وإياهم من العمل الصالح نعم يختم الإنسان عن طريق السمع فالمستمع له أجر القارع فإذا كان الإنسان يجيب حد عياله يقول يقرأ علي يوميا جزء أو نصف جزء الولد والوالد لهم الأجر والثواب الأم تقول بنتها قري علي لا هالأجر هي وبنتها أو مثلا يجيب مسجل قرص مثلا أو الإذاعة مثلا في السيارة ويستمع إليها استماع تعبد وتأله وتنسك وتقرب أبدره الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى وبعدين قصار السور هذه لا يقول والله قصار السور هذه فيه أجر تدري أن من قرأ سورة قل هو الله أحد له أجر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تعالوا هلموا قربوا عندي فلما أقربوا قال سأقرأ عليكم ثلث القرآن فصار الصحابة ينظرون بعضهم إلى بعض ثلث القرآن في جلسة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئهم يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ثلث القرآن لأنه اجتملت على العقيدة اجتملت على التوحيد على الإيمان اجتملت على إفراد الله عز وجل بالعبادة سورة الزلزلة ربع القرآن كما ورد يروى عنه وسلم في ذلك سورة قل يا أيها الكافرون تسمى سورة الإخلاص أيضا فلا يقولون والله هذه قصيرة وهذه طويلة اللي يحفظه يردده الفاتحة الفاتحة هذه أفضل وأعظم سورة في القرآن آية الكرسي أفضل آية في القرآن أو أعظم آية في القرآن ولذلك اللي يحفظونه يقرونه ما فيه شيء يعني الواحد لو جلس له مثلا وما عنده شغل ولا عنده مثلا قل هو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقوله والله وحد مرة مرتين ثلاثة أربعة كل هذا في ميزان حسنات ميزان حسنات يوم القيام يجي يوم القيام يتفاجأ وإذا ميزان الحسنات مليء من سورة قل والله وحد أو من قل أعوذ رب الفلق أو من قل أعوذ رب الناس أو مثلا إذا جاء نصر الله والفتح هذه سورة عظيمة هذا كلام الله عز وجل فأخبرهم بأن يهتمون بهذا ويسمعون طيب السماع أيضا له أجر القراءة أحمد يقول الآن يعني في وسائل التواصل اجتماعي منتشر دعاء يقال قبل السلام من الصلاة وهي ما ورد في قول الله تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إننا إلى الله راغبون يقول وينسبون للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أخي أحمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لنسبة هذا الدعاء إلى سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غير صحيح وأنا من طلابه ولله الحمد وممن عملت معه أيضا في الإفتة ولذلك النسبة إليه غير صحيحة فلم يثبت عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله لا كتابة ولا مشافهة أنه دعا إلى هذا الدعاء أن يقال قبل السلام أو بعد الصلاة ولو لم أكن من طلابه ولو لم أكن من موظفيه ولا من المقربين عنده فإن أصول سماحة الشيخ رحمة الله عليه تأبى وترفض مثل هذا الأمر لأنه رجل حريص على الاتباع وأنه يرى عدم جواز توظيف بعض الآيات أو الأدعية في العبادات إلا بنص أو بدليل هذا أمر الأمر الثاني هذا الدعاء لما نتأمل سياق الآيات القرآنية نجد بأن هذا كان في مخاطبة المشركين وليس له معنى مثلا في قضية أن الإنسان يطلب من الله عز وجل شيء ولذلك الأهل الإسلام يقول حسبنا الله يعني كافينا الله سيؤتينا الله من فضل إننا إلى الله يراغبون تأمل سياق الآيات تجد في حال العداء السافر من قبل أهل الإشراك والكفران ومن قبل أهل المين والنفاق هؤلاء الذين كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر عليهم دائرة السوء ولذلك ربنا جل وعلا حكى عن هؤلاء أنهم قالوا حسبنا الله يعني كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسول إنا إلى الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله يراغبون لذلك أخي الفاضل هذا لا يصلح أن يكون دعاء لا قبل السلام ولا بعد السلام وإنما هذا يعني هذا هذه تعوذ بالله عز وجل والتجاء إليه واعتصام به من مما حصل في سبب ورود هذه الآية من قبل أهل الإسلام تجاه أهل الكفران محمد من العين يقول صليت العشاء يقول وجبت الشفع والوتر وبعدين قمت أصلي من الليل يقول هل لي أن أعيد الوتر مرة ثانية أخي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك وأسأل الله عز وجل أن يزيدك حرص ويتقبل منك أخي الفاضل أنا بنصحك نصيحة قبل الجواب إذا أنت دائما تقوم آخر الليل لا تصلي الوتر قبل في أول الليل لا تصلي الوتر أول الليل صلي ركعتين بعد العشاء أو أربع وبعدين أجل الوتر إلى آخر الليل فإذا قمت تسنن من الليل ركعتين أربع ست ثمان عشر مثلا تجيب الوتر بعد ذلك ليش الكلام هذا أقوله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وطرا اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وطرا فالإنسان دائما يأجر الوتر إلى آخر الليل تقول لي لا والله أنا أخاف وأخشى أني ما أقوم آخر الليل أقدم الوتر أول الليل طيب ما عليك شيء تصلي الشفع الوتر ثم إذا الله عز وجل يسر لك القيام ما توتر مرة ثانية تصلي ما شئت من السنن لكن ما توتر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة يقول لا وتراني في ليلة أسأل الله أن يتقبل مننا ومنك خلاص أخي أحمد من الفجيرة بارك الله فيك وأحمد من العراق وأمت الله من السعودية أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى ألتقيكم غدا بحول الله وقوته السلام عليكم ورحمة الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شكرا